يلا جمزين اشتركوا في القناة 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 سابت عادةً، حصلنا نروح على الخميس لأنه سير تقبر والمدرسة؟ وين تمر؟ نخبرها يعني أي ساعة الخميس بدنا نروح على التمرين؟ مع الساعة ثلاثة، يجب أن نكون هناك من بعد المدرسة، نتغذى ونروح دغير هون المشكل مش عندنا، المشكل عند ماما لأنه بس نرجع على البيت بدأت درسه قبل ما يرجع ينام صحيح معها مشكلتنا نحن، هلأ عم عم بيقول لك كريستوفر بسوق عادةً مرة واحدة بس بجمعة، نهار السابت في المدرسة، بسوق ببراً، كل البلوتية اللي نسابق ضدهم كل يوم كل يوم، لأنه ببيته، وينما يكون بقية بلد عنده يصبح بيه ويسوق ويتمرن ثانياً، لديهم هالهومورك مثل ما نحن بلنزام المدرسة ومن بعد المدرسة، ندرس خمس ساعات وهم عندهم بالنسبة لهم هذي رياضة لأنه يصبح محترف نعم، نعم، نضع دغري فيوتش في غور هلأ كنت أرى على انستغرام، عنده على بروفيل أنه في أصحابه البيوتية هلأ كان عندهم سبق بإيطاليا أنه هن من الإمارات، بقيوا بإيطاليا لسبق عندهم بعد جمعة الجاية، قالتابيك أنه ما عندهم ما عندهم إيكال، هلأ بيعملوا هومسكولينج لأنه ما عندهم مشكل، بروحوا بيسابقوا بيعملوا بيرجعوا بيرجعوا على البيت بجيبوا قصة نحن عنا شوية صعبة هلأ بس إذا بدك تعمل إنفستمنت بكريستوفر كيف بدنا نشتغل هيك؟ يعني إذا بس عمت مرن مرة أو مرتين بالجمعة بالوقت اللي غيره عمت مرن سبع تيام ستيام بالأسبوع هذا الشيء ممكن يخليه ضاين ويضلع بنافس هالأشخاص هذا اللي عم بفاجئنا وقت عملك عم روح على السبقات لبرة ما بحياتنا شايفينا متوقع يعني أول سبق عمله طبعا النمسا ببروك بيوروب كنا عم نحكي شو كين حطين تارجت أنا وأنت؟ طب 15 قال لي باب شو قولت له حبيبي طب 15 لأن فيه 37 سيارة بيكون ترفت لأنا بلشنا أول يوم تمرين حفظ السيركويت شايف السيارة كل شيء تاني يوم أول تاني تالت أول تاني تالت أول تاني تالت أول تاني تالت هاك كل الوقت ونحنا نطلع ببعضنا ما نصدق اللي عم بصير أنا وياسو هايدا بحمسنا تخيلي هولي بتمرين قدي كتير قليل حبدو قطة بتقول له التارجت هو طب 15 أو طب تاني دغري بيقلك ايه ولا بيصير يتقاعص الحلو فيه إنه مش لأنه أبني عم بحكي بيت دفع بعد أكتر بيتعامل أنوايا كأنه أصحاب أول شيء وكتير بيسألك كريستوفر من النوع مزعج قد ما بيسأل أسئلة بس أسئلة أسئلة كتير بتفيدوا مش إنه بيسأل أسئلة هاي السؤال السئيل بقى عارف إنه إيه إنه أنا ميني أنا ميني أنا أنا تروح لأ على أوروبا عم بشوف سيركو عم بسوق بسيركويت بحياتي ما سيئة شو بتقله؟ تقربح غير نيص أنا فسرت له أنا كنت مثلك رحت أنا عملت شامبينة دي مونت بال2003 كمان السيارة اللي كانت معي ما كانت كتير سريعة بس مكتبها لعمر عامل؟ لا بس إنه ستاب باي ستاب إنه قديثت أنه الحياة كلها ستاب باي ستاب رحنا نعيه أول سنة صار عنده إكسبرينس هالسنة هلأ 2019 إن شاء الله بدنا نروح نحطين برأسنا طارقة نربح أو بوديو نكون هيدا الفرق هل تحس عم تعمل برجل على كريستوفر؟ هيدا بدي اسأله إليه ألوه اسأله إليه ألوه السؤال؟ هل حالك أنت تحت الضغط كريستوفر؟ دائما في هكي طلبات من داد لازم يكون في تاركة منه نوصله؟ ما تحسن؟ لا لا هو يقول لي أنه عاون مثل ما بدي بالصباقات إنه راسي معي وليس هو يجب أن يقرر عنه هكذا أنا أقول له أنا قد مفيني تساعدك أنا بس قد مفيني أنت تأخذ ديسيزيون لا يمكنني أن أقول لك أنا أذهب يمين أو شمال أنت تأخذ ديسيزيون هناك لذلك تحدث لك لكن الإعجاب قد صلنا مع بعضنا بحياتي أنا لم أقعد مع البابا طبعا قد لا أقعد أنا وأبني هالأبدي تخيل أنه بس عايشينا عندنا نفس التاركت نفس الناس بيان أدي واعي بيان أنه في واعي بعمر تسع سنين الصبي عارف حاله شو بده وهتفاهم بين الأثنين يفهم الكلام يلي عم يقاله وعنده تاركت بده يصله وعنده رواق كما يبني ما عم بدف شو ما دفشت بحياتي لا يحبها الرياضة أنا من الأول قلت ما بدي أدف شو بدي أنا هو تطلع منه بلش في البيت يلعب على البلاي ستاشن يطلع معي يحضر رالي كورس كل شيء وقرر أنه بدي يعملها ليس لأنه أنا والله البابا بيسابق أو بيعول كلمة هيك ينجح الإنسان بهايك شغلة وقت يكون من قلبه طالع منه هاي شغلة هاي كنرجع نذكركم بأول ما بلش كريستوفر يسوق أول سيارة ما قلتونا كان عمره ثلاثة ثلاثة سنين ونص ثلاثة سنين ونص نتابع هذا الفيديو ونرجع نكمل حديثنا هاي كما ببنية كذلك لها في الصندوق هاي كshe قرعة كزين 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 شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر واو مزبوط يعني الموضوع عم نشوف نحنا الفيديو ولا محل غلط عم بكوّع وواضح يعني أنت كنت عم تقول بركة دمعت بس الواضح من صوتك قدي كانت فخور وقدي مبسوط طيب أول ما بلش كريستوفر يسوق بعرف أكيد كانت فخور بس هيك أول ما حسيت أنه لا معقول يكون بطل معقول يكون عندكم نفس الشغف وتكونوا اتنيناتكم بركة عم تمارسوا رياضة بتحبوها شو قلت؟ هيدا كان أجمل تكون صريح بيني وبين حالي عم بعرف يعني في اشياء بشوفة في اشياء بقدر اقريها لأنه أنا هيدا شغلتي هيدا حياتي كلها كنا روح عالبيت نعلمه على الكاميرا هيك منعمل هيك ما منعمل هيك منشوف بس تل وقت التمرين كما قالوا حق بعد يشارك لأنه بطولة لبنان بدي يكون عمره سبع سنين بني من حتى يشترك بأول سبب وهو من عمره تقريبا لأربعة سنين لسبع سنين عم نتمرن كل وقت عم نتمرن مع الأكبر منه عم بسوق يعني بقى بتصير معنا اشياء وقت شغلات أنا ما أقيله عنه أوكي يعني ما تعطيكم ايقزام بالمرة أنا قاعد بأخر السيركوية هو بأولا بشوفه بتنقطع السيارة على الطريق بركض لعنده أنا بلاقيه على الطراب تعرف أنتو بين طريق وطريق في عنا الطراب بكوناتا رحت لعنده قلت له باب ليه واقف على الطراب قال لي ما حسيته طفيت السيارة مطل فيه بنزين حتى ما حدا يفوت فيي أنا زحت على اليمين أنا هو مثلا أنه قد ما بده يكون معلم ابني نوي قل له إذا قلصت بالبنزين زيعة الطراب يعني ولا ممكن قل له إياها كلمة لهيك سعرست أنه عن جد عنده إياها من جوة وقلت أنا أكلنا الضرب بنا نعمل كثير كبير لأنه أكلنا الضرب مبسوط مبسوط كثير بحضرب أنا عم رائب كريستوفر أنتو عم تحكي كيف يكون عم يتطلع فيك عادرة أنا ما بيصير فيه هكي نقاشات بالبيت حول كريستوفر بيكون موجود ولا بتحرسوا أنه ما يكون لحتى داخدوا راحتكم بالحكي لحتى ما يكون فيه تأثير السلب يجيب بأي طريقة كثير بيعرف كريستوفر أنه بالحياة لازم دلوا الإنسان عايش ومتنولوا إجراء على الأرض لو بالغنى عن كل شي بيعملوا بالحياة لازم يعفوا أننا ما لازم شوف حالنا على غيرنا أو لازم شوف حالنا حتى على اللي عم نسابق معهم اللي عم يخسروا ما عم يقدر يربحوا مثلا نحن كل شي بديو نحكى لا بفضل ما أحكي أنا أنه بيضاهروا بالعكس عرب خليه يكون موجود ويسهم عن نحن على اللي عم نحكي شو هو لحتى يعرف شو طريقة نفكيرنا نحن وكيف يجب أن يتصرف في هايك حالات ما بعتقد يعني من النوع اللي من خبع لي أصلاً بيني وبينك نحن قد ما فينا بالبيت ما مم نحكي كثير عن الكارتنج ليه؟ لا يركز على الدرس لا يركز على الدرس لقد أدرس كثير وسبب من الكثير أسباب عم تتفشني أكثر أنه يعمل له كارتنج لأنه علماته يخذ العقل هو عارف فهم أنه أنا بالمدرسة كثير منيح في كارتنج بالمدرسة منيح عنا مشكلة بالكارتنج وبالمدرسة كريستوفر أصحابك شو بقلولك؟ أنه أنا كثير منيح بعد يجي مكمل طب عادة مثلاً بقلولك إصحابك علمنا فينا نروح معك وفينا نتفرج عليه أنا باسيونية من الفطير ها؟ هل يجيون معك؟ في مرة يجوا معنا على الكارتنج كمان لحدنا نساعدهم بس المشكل ما بيقدروا يلعبوا هن ويهي بنفس الكاتجوري إنه هن ما معوادين بعد يسوق لأنه سيارات وهو كثير نورمال اولاك من وراك كريستوفر متشجعين رفقاته هكذا بتأثروا أنا بحب قدي عم بيتابعوا هن على التيفي أو تعرفوا هن على السوشال ميديا إنستغرام أو فيس بوك كثير من عنده مش بس هو حتى أساتيسة بالمدرسة المدرسة عنده المدرسة الكل بيهنينا بيحكينا بيعمل وكل من هيك عم بيساعدونا حتى نقدر إنه الدرس عم نروح وقتا نسافر كنا بالبرزيلة واحنا 11 يوم درس بس أعطيكم فكرة يعني هي شوي صعبة لقلنا بس حلو قدي عم جد عم بيتابعوه أنا أنا أكيد بكرة رح يرجع من المدرسة عم بيخبرني إنه أصحابه شو شيف وش عمل وش طلوع بس أهم شيء يدلوا عايش يدلوا إجريه على الأرض ما يشوف حاله أحداً تاني هذا اللي هو يعرفه طيب عبدو عادة عن بالدول الأوروبية والأجنبية بيستثمروا بولادهم بيوصلوا لمرحلة مبكرة ما بيعودوا يروحوا على المدرسة لأنه في مدارس سكولز خاصة للرياضة بيوصلوا على الاحترافية هون بالبنان إحنا كيف نستثمر بكريستوفر مثل ما لازم ومثل ما بيستاهل يعني لازم نفكر له بعدين وبعدين شو؟ صراحة نحن نكتشفها سواء لأنه ما سايرا بعد قبل عنا بالبنان بيوروب سايرا من ثلاثين واربعين وخمسة سنة وعرفوا شو معقول ينطلب منهم نحن بعد ما سايرا عنا دائما نحكيها أنا وكريستوفر أنه شو؟ أنا اللي بعرفه لازم أكيد غير أنه عن البجوت لأنه هرياضة بتكلفتين مصاري بس كتر خلال أنا أقدر اتفعله تقريباً كل اللي عم نعملوا ما عنا أي مشكل في عنا الوقت اللي عم بروح بالمدرسة سو هون بدنا نعرف كيف بدنا نقدر هولين لقيلهم طريقة هوم سكولينج طريقة تانية ما بعرف هلا ستاب باي ستاب نحنا كل سنة عم نغرق أكتر أكتر عم نفوت أكتر به هارياضة أول سنة من عمل سبقين تلاتة هلأ صارنا عم نعمل تقريباً 12 أو 14 سبق بالسنة هم تلحق وكمباتيشتز بالعالم لي بالمئة يعني أنا بشغل حتى وقت عم ضحي بشغل إيفنتات عندي إيها بروحة بس حتى أكون موجود معه لهونيك المام شو بتعمل وين بتكون بهذه الفتحة؟ أوقات لأ نييدات وتكون تغيبوا 12 يوم و11 يوم مدروا شو بصير عده شغل إضافي لأنه لما بترجع أوكي بدأت لحي تعمل حرام ويك أنديت عبكرة وعشية كلها أنا ستل بعدني باعتقد بدنا ننطر لو يصير عمره تقريباً 12 سنة 12-13 سنة بهذا العمر نقدر نعرف كل شي بكون كلير عننا يعني هلأ قدمه فينا عم نعمل زيادة كما تكون خبرة أكتر لقلو بس يا رتي أن نعمل أكتر من هيك يعني طبعاً لننطر على 13 سنة ساعتاً نحن ويوم نعرف كذلك بس عادةً وقت يكون واحد صغير ويكون بعضه بالمدرسة نسأله شو بدك تصير لما تكبر هلأ رح أسأله هيدا السؤال بس داد حتين جاولز انه يصير بروفشنل بهالمجال أو؟ أكيد بروفشنل وكمان هيدا الباشن تابولتي بديصير او واحد فيه يا ربي كيف بدنا ننصر بوين؟ هل ستكبر؟ إن شاء الله ستكون أول بطل لبناني ولكن يعرف أنه لنصل على فورملا 1 هذا مشوار كثير طويل طويل يعني في تخبره من الكارتينج شو عندنا من بعدها حتى نصل لهونيك كيف رحلنا كريستوفر؟ طويلة في الميكرو ماكس بعد الميني ماكس في كل شيء يسمى كارتينج للديتو ماسترس بس أنا عمر 16-16 بلش سنجل سيتر بعدين ثري فتو بعدين للا فون يعني هو عندنا درجة كثير طويل يعني سلم كثير طويل كما بقولوا هلأ كارتينج من هلأ يمكن لعمر 14-15 سنة بعدها من بعدها مجمور نطلع على سنجل سيتر اللي هي ميني فورملا 1 أوكي؟ موتور أقوى سيارة أسرع جيربوكس غير خلاص بلشنا بالستاب المزبوط من يكون هل يعلمه؟ لا هون أنا ببطل فيني أعلمه أنا هون نوصل قليلا بس إن شاء الله متكلين على كتير كونكشنز أنا عندي إيها مع سبانسرز لأني أنا قبل هني بالـ F1 وغيرها إن شاء الله متكل وصل صراحة تكون معك سريح تتكل على البلد أو على وزارة شباب الرياضة أو شيء هذي نسيناها من زمان يعني وكسنا ليا الله خليهم بحالهم مش عايزيهم إن شاء الله يا رب هي نتيجه أهم شي رح تساعدني أنا تقدر جيب له سبانسرز اسمنا موجود بعتقد كل الاسم أنا عندي إيه الشهرة عندي إيها الناس عم تعرف كريستوفر أكتر مين مش لأنه أنا عم بتفشوا حتى يعرفونه هو عم بساعدني أنه نفرج العالم هو مين إن شاء الله متل ما أنا توفقت بحياتي قدر جيب سبانسرز ساعدوني أطلع بطولة العالم بطولة الشهر الأوسط إن شاء الله أنا هون حدو سبانسرز أكتر الأوضاع تثبت أحسن كان باللبنان أو بالميدل إيست لأننا التارجت ليس كأول لبناني كأول عربي نحن لحد هلأ بعض ما فيه ولا أي سائق عربي قدر وصل على الفورملا 1 بعرف أنا هلأ عم نحلم هيدا أعلى حلم تخيلي بس بالعالم كله فيه عشرين بلوت بسوق فورملا 1 بس عشرين كثير صعبة هو عارف إن يمكن نحن لسما حالا ما نقدر نوصل لهونيك بس بدنا نحط تارجت عنا ونشتغل لقد ما فينا لنا حتى نحاول نوصل عليهم إذا طلب الأمر إنكم تعيشوا خارج لبنان كرمي الكريستوفر ومستقبله ممكن تنتقلوا أنت والعائلك هيدا تلكي أنا على عمر 13 سنة كله بيتغير لأنه إذاوت نحن وعيشين باللبنان نقدر نكمل من وراء السباقات كل شي عنا نحن هلأ تعطيك الفكرة منطلع من هون عن نمسا تنامو السبا مندفع تقريبا 8 إلى 9 تلاف دولار لو نحن عايشين بأوروبا ليس لديك تيكت أو أوفر لأنه في الكارفان تصفيها بالسيركويت وتوفري كثيرا حتى السيارة تكون في صندوق السيارة تدفع ألفين أو ثلاث تاريف دولار لكن أدعم نوفر نعمل ثلاث سباقات عادة هذا المهم وإذا كنتم مقيمين بالخارج يصبح أسهل أن نكونوا متوجدين أنا رادي لأكمل نحن والعائلة إن شاء الله إذا هو بقي هالطلعة هالطلعة على عام 13 سنة نروح على أوروبا نحن نفرج المشاهدين ونرى هلأ شو سينتيا؟ الفيديو من البرازيل بطولة البرازيل ونتبع سوى الفيديو ونكمل حديثنا ترجمة نانسي قنقر بكثير لاحق ترجمة نانسي قنقر ونسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ألف مبروك كريشتوفر كان نشوف سوا ملخص عن بطولة لبنان 2018 هلأ شو مشاريعك؟ شو عنا شي جديد؟ هلأ بعد جمعة خطوة ترجمة نانسي قنقر عندما يتحقق نانسي قنقر هلما تتحقق تحقق؟ ومتى ستحدث؟ بعد نانسي قنقر أحساب نمسا ثم أنا أتحقق ما أفعله في إيطاليا لكن هنا يسألك كيف ستحدث لتسابق نانسي قنقر؟ ماذا نفعل على اللابتوب في البيت؟ نحضر الكاميرا حتى نتذكر اللاينينج والتراك هناك كل نهار خميس كل نهار خميس عنا التمرين وهو تمرين في لبنان هون دائما تنظلنا خميس وثبت بس أهم شيء سلطنة عمان هلأ لكل عايشين هناك وعن بسوقه نحن شفناها من سنة مرة بس أهم شيء عنا كاميرا نروع البيت منحضر ونشوف باللاينج وين لازم نصلح وين كنا أسرع أو وين كنا لازم نكون أسرع ماذا الأغلاط الصغيرة التي عملناها؟ حتى نحاول أن نحاول أن نكسب خبرة أكثر سلطنة عمان تكرر السنة هل يكون نفس الشهر في تعديلات؟ هذا هو كذلك هذا هو كذلك أنا قلت بالميدل إيست خصوصي لدينا بالعين بالإمارات وعننا بسلطنة عمان هو أهم 2 سلطنة عمان كلها نركز على عيونه لأن الله راد في كذا مرة كان يكون متصدر كريستوفر لسوق الحظ يصبح معه تتش من ورا حدا يضربوه آخر سبق كان أول تخيلوا 15 لفي أول 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 أو كله أول آخر كوع بعد عنده كان معي وقت أخير واجعة بنحضر السبق ونحمسين نحن أنه خلص كريستوفر واخينا ربح سبق بارات لبنان بيختفوا ورا البنية هن بيطلوا على آخر كوع كريستوفر الرابع طلعوا على وراه حرام بالغلط مش أصده ضربوا طلعوا عن طريق هذا يحدث بالكارتنج وهون يعرف هذا يحدث بالكارتنج كيف تذكر معنويته أوقات كثير بعصب نحن هذه الحياة قلت له كذا مرة أكون ربحا رالي تشبه حياتنا يعني هذي المبارات وكل شيء يفقدون بلالي بتنتزع السيارة بتصير يعني دائماً أريد أن أركض على الكورسة تتحدث هل هناك خطورة بالكارتنج أو أده هي فيها سلامة لكن اللي دفشني أكثر ساعد كريستوفر يبدأ بالكارتنج خصوصي هو الديسبلن الذي أرى الأولاد الذين كانوا في عمره وهلأ صار عمرهم 18 و19 و20 سنة مثل مثل أعطيك فكرة باتريك إنجيم وماتياس إنجيم هلأ عم بشاركوا بطولة لبنان بالكارتنج إذا بتشوفيهم كيف يسوقوا على الطريق العام كيف سرق عمرهم؟ هلأ 21 و20 سنة بشاركوا بالراليات هلأ حتى هلأ بيحترموا القانون هلأ بيعرفوا الخطورة ويقولك أنا بدي أسرع في عندي سرق ويطلع أسرع فيها هيدا حلو نحن لسوق الحظ هيدا سرق نحن قبل كنا صغار إذا التعامل promote حتى يمكنني التوقع ذلك فهو أسرع على الطريق العام لأجب أن أضع المستفيد لو أعرف سيارة لديها أمام خلال مثلavedما حتى يمكنهم الحق يجب أن نعرف تعرفوا على اليوتيوب على غير اشياء في الوقت اني بيخبرونا عن الشيء نحن ما بنعرفها ودي الفيديو جيمز كمان ساعدته لانه صار كأنه الترينج طبعه فيتشو والترينج في عنا فيديو عم بسوق ال F1 وال WRC كمان كتير حلو كان إذا اللي ختمنا وقلنا البطل السابق عبده فغالي والبطل كريستوفر فغالي بيزعلك هيدا الشيء بطعلك يا شو بدي أقول لا أكيد لا هيدا أجمل أجمل إحساس بحياتي البطل عبده فغالي والبطل الأصغر ورح يصير بعدين أكبر كريستوفر فغالي أهلا وسهلا فيكم شكرا لك يخلي لك إيهن بسألك عن إخويته إذا رح يمشوا على نفس الخطة بعدين ممكن بعد بكيت بجلسة تانية شو رأيك كريستوفر؟ قلنا عن لوكا شو بدي يثير؟ لوكا بس عشانت هو رح يكون الكوتش طبعه قلت له ريك أنا اشتغلت وتعبت عليك لوكا أنت بتهتمك بسير هو يدوره أنه يهتم بلوكا وأنا كمان بتفعله؟ أي مجمورة أنا بتفعله لكن أنت بتفعله إذا هلأ رح يفكر بالموضوع ما كم فكر خياه؟ وكلوات تيم بحنا تجرب معاملة لأينا وظيفة لك كل حدا والمام شو دورة؟ تطبخ لنا بتعملنا البعستة طيعت تعطينا البروتين ستفورت ستفورت المعنى بتصير شاف من إيطاليا من إيطاليا كامل كل التوفيق لكم عبد وفغالي أخلي لكيهن نحنا فخورين فيك كريستوفر نحنا نعطرينك بالسباقات وبالجوائز وبالكأس والكؤوسة اللي رح تخصلي علينا الله أرادوا ترفع اسم لبنين مش بس بلبنين بالخارج و بكل العالم متكلين عليك كريستوفر إن شاء الله يا رب جيد لك جيد لك كريستوفر أهلا وسهلا فيك عبد وفغالي يا هلا وشايدين بريكم انتبه خليكم معنا